يعني سبيسيال اللي كنتي فيه احكي لنا مؤخرا في شهر مارس عيد المرأة كم بلادي ولايتي سوق هراس عايتلي مدير المسرح قال لي وي مارس بالصح في مكان سبيسيال خاص اللي هو السجن النساء في ولاية سوق هراس كعايتلي ما تردتش ولا ثانية الحاجة الوحيدة اللي درتها اني تفهمت نسقت مع زوجتاعي باش يعطيني الموافقة المطلقة باش نروح وصح كان معي الحمدوله يعطيك صحة سوفيان ورحت توجهت وانا كان عندي صورة واحدة اخرى على السجن الصورة اللي نعرفها في الفيلم والمسلسلات ووديك ولكنها صورة واحدة اخرى خلاص المكان اضيق مما تتصورونه المكان ابرد مما تتصورونه المكان اوحش مما تتصورونه قبل ما تغلط وقبل ما تدير النية وقبل ما تعرف بلي القانون لا يحمي المغافلين خمم الف مرة ورح تديك عاقبة تفكيرك وافعلك مشيت لتمة وكل خطوة كنت نديرها لداخل كنت تحسبلي بمئة نسنا في عمري ثم وين عرفت قيمة النعمة تا الحرية وثم وين عرفت قيمة النعمة اني محاطة بناس نحبهم ونقدر نتوشيهم ونمسهم ثم وين عرفت قيمة اني النجم نهضر او طفوع ونضحك من قلبي ونبكي صح وقت ما حبيت لقيت النساء ثم يا عالم يا ربي يما سمعنا كلمة ياما في السجن مظاليم مكيت رحي ثم تقولي الناس كل مظلومة بكينا وثحكنا وشتحنا وهدرنا ودخلنا في الديزويت وصلت لأقصى درجات الحزن في قلبي بصح جنافة بالضغوة بش نبينه كان لازم نقعد كانوا هدوك النساء شايدين فيه وكأني انا هو الحبل ليوصلهم بينهم وبين برا شغلنا هو الوجه الوحيد ليهضر لهم على الحرية البرا كيفش عيدين ونا قاعدت نقول لهم الدنيا متبدلتش كما خليتوها عندها خمسة ستة سبعة شهر عام ما زالها كما راها ناس تمشي وتقضي ويوجدوا الرمضان وما زال فيسبوك ولا تليه وقعدنا نهضر وضحكنا وقطعنا في الرجال بكارز لأنه ويماغز أما خرجت وخليت جلبي ثم عندهم صدقوني ولا إله إلا الله بس حخذ الدرس اللي ما عدت نتعارك البرك وانا نسوق ولا ما عدت نقرب للناس حتى باللي ناختاوعي ألف مرة نخمم قبل ما ندير النية ونقول موافقة عليكاش حاجة ببابو حياتي حياتي تبدل تلاثة مئة وستين درجة ما قعدتش دقيقة وما هدرتش على النساء اللي شوفتهم وكيفش كانت الحال والمكان ضيق وبارد بارد بارد بس حيا ناس اللي عنده بنته ولا ولده في السجن ما تضيعوش ما تقطاعش حبل الواصل بينك وبينو مش إنو غلط ولا مغلطش ولا راحوا روي يدفع في فاتورة تيعو ولا مش تيعو ثم انت لازم تزيد عليه وتحيسبوا تقطع حبل الوصال بينك وبين صيلوا أرحمكم يا ناس سبحان الله كين ننسي بكيوا على ولاديتهم ثم ما ما سقسيوش عليهم كين بنات ثم انت وحشين لمسة لميمة ثم ما نزيدوش عليهم بقطع الأرحم ويا ربي فوكس راح كل سجين ويا ربي تكون فيها إن غاس من عند سيد رئيس الجمهورية ويحفو على برشة ناس وتكون ليهم عبرة أنهم مروا من السجن وتكون عبرة وشكرا للرسالة ذلك وشكرا وشكرا حبيت نشكر مسرح الجهوي اللي ولايت سقهراس على أرس هم المدير عباس محمد إسلام وكذلك إدارة السجون والمنسقين يعني الناس تاع الإدماج اللي واقفين يعني باش ما نعرفوش باش ما نقولوش بليرام محقورين لحد لأقصى الحدود في السجن عندهم الإدماج يقرأوا ويشوفوا مسرح وينظموا لهم مش حفلات تظاهرات باش نفسوا عليهم شوية وحنا نقولو أنه نشكروا للناس اللي راي تخمم على هاد سجنة ويبعتوا لهم ممثلين باش نحلم على خاطرهم وكذلك الإدماج وكذلك الدراسة أنهم كمزاف ليفوتوا والباكالوريا والباكالوريا ويجابوه ما شاء الله فنقولو أنه ربي يكون مع كل إنسان في السجن وحتى خالج ولازم نعرفو القيمة الحرية ويتفرجوا الحصة بالزيف وقدت لهم نعقب لكم بيك ميساج ونقول لكم مزيكم في قلبي ونحبكم يالله بغابوا يالله نحييوهم إذن وصلنا قريب لنهاية البرنامج قالوا لي في غرفة تحكم وصلنا لنهاية البرنامج نكمد لكم كلمة أخيرة كوتش شرفتنا اليوم بحضورك وش نقدرون تمنى وش نقدرون نتمنى لك لبرنامج الكوتش وكتش تعود جينا نحن نقول لك برك لازم تكون في الكوز كعلى بالك كيفاش شاطر خويا ما فهمتكم ولا أفر الموسيقى هاكذا الكوتش يكون يجي بعله يكون بيان يالله حاجة نقول لها المشاهدين بيانسير سيكو بروفيت يوم رمضان باش تيقليوا شوية روحكم لاحي بسكو ديجا رمضان عدنا بروبلم تعرقاد هدا يليني في طابل بأموال بروبلم تعالماك لان لقليوا شوية سكو أباكم أنا عايشين وقت وين لو ديابات مروا مع الدورة يستنى لابلوبار دي فامي أرجلين تلقاوا عندهم انتينة فابورة الديابات لغيديتي هادي ما تديوش روحكم التهلوكة أنا عايشين وقت وين نقولوا بالإكزامل ما كاش لي حبنا ولوكو احنا ما نحبوش الواحد هنا لو كنجي نحبو الواحد هنا نحبو الحاجة اللي فيها صلاح لنا حاجة اللي فيها صلاح لنا سي بخندو صوا دو سات انفلوب اللي راهي الكورت تعنا صح وين نحبو ورحنا بطريقة آنانية كما يقولوا انسخة نارسيسيزم في الكوتي هادا بالصح الكوتي الحقاني اللي هو تحبو حكسي تحب صحتك تحب الانفلوب اللي رأك فيها اللي هو الكورت اشتركوا في القناة